موسيقى التقينا اليوم بدكتور الهادي إدريس عدو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية نحن في المبادرة الشعبية لدعم مضررية حريق معسكرات قريضة التقينا به وشرحنا به ما تم من أحداث المؤسفة وهي أحداث طبيعية هذا الحريق أدى لتضرر أكثر من 20 ألف نسمة حوالي 2448 أسرة تضرر ضرر كامل وتوفي حوالي 14 شخص ونفق أكثر من 3000 من الماشية من الأبقار ومن الأغنام حقيقة خسارة كبيرة جدا شرحنا له هذا الموقف وما تم من مساعي في إطار هذه المبادرة على مستوى ولاية الخرطوم وهناك مبادرة أخرى على مستوى ولاية جنوب دارفور ونحن من هذا المنبر يعني أن ناشد كل المنظمات الوطنية والمنظمات الخيرية الأخرى العاملة في السودان وخارج السودان وناشد كل الخيري من أبناء هذا الوطن للوقوف مع مضرري الأحداث حريق قريضة هذه الخسائر حقيقة بتفوق خدرة ولاية جنوب دارفور على مجابحته بالتالي محتاجين إلى تدخل الحكومة الاتحادية وتدخل من الخيرين وفي إطار هذا الجهد نشكر دكتور الهادي إدريس ومن قبل أيضا التقينا ببروف تاور ووزير التنمية الاجتماعية ومؤسسة الجينيد والمؤسسات الأخرى لساحمت حتى الآن اشتركوا في القناة